السلام عليكم حبيبتي قصصكم كانت كثيرة ونصائحكم فادت وغالي تفيد ما زل بنت فتجعل زوجك يحبك مثل الأول فيديو تبرتج في العديد من الصفحة ديال فيسبوك في خويتو همومكم دويتو على مشاكلكم تعودتو بكيتو ضحقتو وعاتبتو عاتبتو الآخر عاتلتو الرجل إذا بيه الجنس الآخر الرجل قرر أن يتركه لكم يسالة لكل مرة تقهرت لكل مراعيات ما تصبر خليكم معنا الصجنة عمدي السلام عليكم أنا مهدي 28 عام 5 سنين وانا مجوج وعندي 3 نتاع اليليدات اليوم ما جيت باش نعود لكم قصتي وقصت بزات نتاع رجال بزات نتاع رجال بحالي وبزات نتاع رجال حسن مني وبزات نتاع رجال كفس مني الجوش بنت جيران عن قصة حب بنت كانت زوينة كانت تطلّف رأسها عطوفة وحنونة وبنت الناس من بعد خلس سنين تاع الزواج قصة طويلة ما غدش نعودها لكم تطلقنا تاوحد فينا مصبرش كل قيد زمانا رجع باللور ولكن لا تطلعتها والزمان ما ينكرش رجع باللور وشكل ضع بناتنا ضعوت لتنتاع اليليدات أختي مرتي زوجتي وحبيبتي وبنتي شدو بيدينا شدو بيدينا رجالاتكم قبل ما يفوت الفوت ويضعوا اليليد خصوصا إذا كانوا عندكم مريدات أما إذا لم يكنوا عندكم مريدات هذه قضية أخرى محتاجين أن نتهم معنا اللي تحاور معنا لا ميغود ليكتم الأسرار نتوعنا اللي يصبر معنا تاهموا المعانا خصوص صبر وصبر كبير جدا ولكن في الأخر هنتم اللي تتربحوا عطيفة ما شهي اللي هي بوحتي حتى العائلتي إيه نحن العرب أمنا لا يمكننا أن ننسى التربية تحتالينا وخد زوجنا تبقى جيما لا يمكننا أن نرى مرتي لأمنا ونكون ساكت بلا منطع الصب وخا عيب تأتي من أمي أنا أعفل عيب كاين من أمي ولكن المرأة إذا كانت تسمى الرجل في رأسها الرجل أمنا أعرف العب من أمه ولكن أعرف المرأة وتجد لها الخاطر يعني هو رعاة ليه هو ليس رعاة ليه هي تمنيت ديك ساعة كنت نقول لمرتي زيتي معي تقول لك أحد هل تطلب وثق هل تتطلب وثق إنه يدخل وإنها نريد تتطلب أعرف ايضا معايا و نستطيع المزارة عن دمك تفراح ولكنت قلت للزيدي عن دمية امييانا تتشنشني و نتاخذيني قاعدة و نذهب لها ومشيت عندها تتدلي لي من و نمشي و نمشي تمنيت تقول لي هذا ما أريدها معك هذا الذي أريدها معك او بالله ما هو يشيق معك التي لم يشفتها او اسلم عليها وعينما كل هذا رأي حزني والذي تضلها ستضلني أخا الغرض عارفتي يمكن أن تأتي منها هي يعني يمكن أن تأتي من أمي ولكن ستتبقى أمي سبب من أسباب الخصومات نتعني الكثير يبغت بزاف أنت الحويش قبل أن نزوجه قلت لها كل شيء قلت لها شحلة تنشد وقلت لها في ساكن وقلت لها شحلة تبقى لي في الشهر وقلت لها خاصة نتعاونه في الزمان وقلت لها خطوة بخطوة وقلت لها حتى الأغنية نتعبدها وقلت لها حتى الأغنية نتعبدها وقلت لها أنا معاك أنا معاك لا يوجد الضر أنا معاك خطوة بخطوة ولكن هذا الشيء بعد أن تزوجنا وإذا زهر الشهر الأولى سوف يمشى ذلك الشيء قلت لها شهرين بغاتوا 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 اللي شفتها بغتها اللي شفتها عند ابنت خالتها ابنت عمتها أي حد في عائلتها مسحابتها الجين هادوا داروا هادوا فعلوا هادوا تركوا حتى أنا بغيت على شناية مني وعليها معاك جزر وانا 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 هتشق عليها براسل عيد أش غادي ندير واش نتقسم على شوج واحد لخدم مرض ونخدمها من صباح تالليل أش غادي ندير ما عمديلي هاجت ما عمديلي هاجت هاد الشيء رخصة تفكر فيه قبل ما نزوجه تقولي يا ولد الناس أنا رابغيت بثاف أنت لحويش وانتاره ما مسلك ليش سير في طريق واخذيني أنا ينقلب على شي حاجة أو واحد واحد الناس آخر اللي هو سهل يفدك شي اللي بغيت كون درس هاد الشيء كون ما دعوش هادوكتر لدرق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعبارة على نصائحكم أخطائكم قصتكم سوف نتعلم بناتكين ما شفتوا معي في التعليقات قلبهم طايم هاد مش هي الفيديو عادي كل قد نجاوب كل واحدة ببحدها ما كرتش وما بغيش نجاوب شوية ونخلي شوية لذلك قررت ندير هاد الفيديو هادا نتمنى هاد الفيديو هادا يعطيكم مازال قوة أنا عافت بأمم ما غاديش نحل جميع المشاكل نتاع كل واحدة فيكم ولكن إلا احتكم واحد ضرة قليلة من الأمل واحد ضرة قليلة من الشجاعة بس ديد مازال ديتكم من قدام هاد شي اللي بغيت نتمنى هاد الفيديو هادا غير نظرتكم للحياة يعطيكم الشجاعة بشتواسطو وخامة شي سهل تمنى لكم امسية طيبة ومركم سعيد